طبعا لا شك ان اكرام اليتيم زي ما قولنا في اول الحلقة مش مقتصر فقط على الناحية المادية اللي هو انا بكفو اليتيم هبعت لدار مثلا المبلغ اللي انا هتبرع به وشكرا او انا هتدي له فلوس في ايده وشكرا الموضوع اعلى وارقى من كده الموضوع مش موضوع ان انا قد اليتيم فلوس واخلع ايدي وشكرا لأ احنا عندنا محاور تانية كتير قوي محتاجها اليتيم ايه هي المحاور ببساطة اللي محتاجه ابنك هو اللي محتاجه اليتيم اللي فقد ابوه بالزبط تماما بتمام محتاج رعاية محتاج طبطبة محتاج دعم نفسي محتاج تشجيع في المجال اللي هو شاطر فيه سواء كان شاطر في الكورة شاطر في القرآن شاطر في التعليم شاطر في حاجة معينة هو محتاج انك تقف جنبه في المجال ده محتاج انك تدعمه برضه هو محتاج يعيش محتاج يعيش ويخرج في الاعياد هو فين في الاعياد حقه فين في الاعياد حقه فين في الفسح حقه فين في الخروج حقه فين انه يشوف الحياة ويستمتع بلازة الحياة مش فقط انا حطيته في دار ايتام وانفقت عليه اكلته وشربته شكرا مش هو ده الشرع بيبصل لنا مع اليتيم لمرحلة اعلى عارفة حضرتك سماها مرحلة الاحسان الاحسان اللي هو اعلى حاجة اللي هو اعلى درجة مش مجرد ان انا اديت فلوس وانا كده حسيت ان انا ارتحت لا احنا بندور على في التعامل مع اليتيم على اعلى الدرجات اللي هي الاحسان وربنا قال كده في القرآن وبالوالدين احسانا وذي القربة دي ما فهاش باء وبالوالدين احسانا وذي القربة واليتامة والمساكين هنا ربنا سبحانه وتعالى قال له قال ان اليتيم احنا بندور معه على مرحلة الاحسان اعلى درجة اعلى درجة اللي هي الاحسان اتعامل بها مع اليتيم مش فقط ماديا فقط زي ما قلت لحضرتك ايه المشكلة اننا نعمل مشروع ونسميه اخو اليتيم يبقى ليه اخ يتيم وحضرتك ليكي اخت يتيمة انا برعاها باتبعها بسأل عليها بافطفض معاها محتاجة خروج اخرج محتاجة تتكلم اسمعها محتاجة عندها مشكلة ومحتاجة رأي حد تلاقيني موجودة معاها الشارع الحنيف بيقول لنا قد ايه لازم نكون مركزين مع اليتيم بنفس هذا الشكل وبنفس هذه الصورة لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حط الجزاء كان الجزاء كبير جدا